النهاردة إن شاء الله محاضرة رقم سبعة دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة مدقة أخلاقيات المهنة المرة اللي فاتت كنا خلصنا عند التجربة الإنجليزية والنهاردة هنتكلم مع بعض عن تجربة اليابان تجربة اليابانية في أخلاقيات رسلوك المهنة طبعاً جابان من الدول متقدمة وهبرد تلتزم بأداب رسلوكيات المهنة حسب أخلاقيات المهنة الدولية وأمريكية فاتعالوا مع بعض نشوف التجربة اليابانية اللي موجودة صفحة 423 التجربة اليابانية هنبدأ أول حاجة بالمبادئ الأساسية بتاعتها صفحة 425 في آخر الصفحة يجب على العب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية لقواعد السلوكي الإخلاقي عند أداء الخدمة المهنية ونبدأ بأول حاجة قاعدة السلامة السلامة يجب على العب لإمن أن يتبع السلامة ولا يجب عليه أن يشترك في أعداد أو الإفساح عن معلومات إذا أعتقد أن هذه المعلومات تحتوي على بيانات خاطئة أو مضملة تحتوي على معلومات بها أخطاء زي أهمية نسبية جوهرية إذا بها حسب أو غموط يؤدي إلى تحرفها يبقى دا معنى مبدأ السلامة المبدأ الثاني يسمى مبدأ الموضوعية يجب على العب أن يحافظ على الموضوعية ويجب ألا يسمح للتحيز وضدار المصالح أو الوقوع تحت تأثير آخرين يعني ما يكونش متحيز القاعدة الثالثة القدرة الفنية يجب على أن يحافظ الأرض على المعرفة ومهارة فنية عند المستوى المطلوب لضمان تقدم خدمات مهنية مؤهلة للعملاء القاعدة الرابعة العناية المهنية يجب على أن يتصرف العمر الجدية كما هو مطلوب من المحاسدين المهنيين وأن يلتزل بما يجب ألف المتطلبات والمعايير المهنية المطلوبة للخدمات المهنية بي المتطلبات التي تجعل العملاء والمستخدمين للخدمات المهنية يجركون الحدود الملازمة في الخدمات المقدمة القاعدة الخامسة اسمها قاعدة السرية طبعاً هي السرية على منفشاء أصرار العميلة لا يجب على العضو بدون أي سبب مبرر أن يفصح للآخرين عن أي معلمات سرية علمها نسلة علاقاته المهنية أو في عمله لأي أشخاص أو من الطرف السابس بالقاعدة الخامسة صفحة 428 هنلاقي قاعدة السلوك المهني يجب أن يسلك العضو قاعدة الحاسب المهني يمتسب إلى القوانين ذات العلاقة بالمهنة والتعليمات وأن يتفادأ أي عمل قد يجب بسوء الصمعة على الأعضاء أو يؤثر سبباً على الصمعة الجيدة للمهنة هذه القواعد داخل إطار مفاهيمي الإطار مفاهيمي ده بيقول صفحة 428 إن المراجع يجب أن يلتزم العضو المتقيم أي تهديدات لإجتزامه بالمبادئ الأساسية عندما يعلم العضو بأي ظروف أو علاقات قد تساوي على الإجتزامه بالمبادئ الأساسية لصبت ذكرها في الجزء الآخر طيب تعالى صفحة 429 في القاعدة يسمى إعتبار سلامة العملاء تنشأ تهديدات السلامة والسلوك المهني عند قبول عميل جديد طيب هنا لما باجي أخذ عميل جديد قد تنشأ تهديدات السلامة في أربعة من الوقاية المرائمة من التهديدات التي طبقها العضو قد تتضمن يبقى أحنا كده نتكلم على إجراءات الحماية اللي ممكن يطبقها العضو لما يقبل عميل جديد ألف الحصول عن معرفة عن محاولة فهم العميل وإدارته وملاكه والمسؤولين عن حاكمته وعن شهدته الإدارية بيه دماغ مشتزام العميل بتحسين ممارسات حاكمة الشركات أو هيكل الرقابة الداخلية بيه إذا كان من غير الممكن تخلص من التهديد أو تخفيض المستوى المقبول على الأول أن يرفض قبول العميل ده يجب مراجعة بقرارات قبول العملاء بشكل دوري للتحقق من سلامة الارتبارات مع العميل دائما طب تعالي نتكلم عن الكفاءة المهنية لفريق الملاجعة وهو الفريق اللي يشتغل مع أضو المهنة نفسه عند قبول عميل معين فإذا تهديد القدرة المهنية والعناية الوجبة قد ينشأ بسبب بسبب أن فريق الملاجعة قد لا يملك القدرات الكافية أو الضرورية لتنفيذ الارتباط فقبل قبول الارتباط بعميل معين يجب العضو أن يقيم مدى جوهرية التهديد ويحاول التخلص منه أو تخفيضه من المستوى المقبول تعالى في ربعمائة وتلاتين سفحة ربعمائة وتلاتين نتكلم عن التغيرات في التعيينات المهنية عملية تغيير الملاجعة لو إحنا عندنا مراجع في الشركة عايزين نغيره ونجيل مراجع آخر إذا طيبا من العضو أن يحل محل العضو آخر لابد أن يعرف ما هي الأسباب المهنية لعدم قبول الارتباط مثل وجود ظروف تهديد الالتزام بالنبات الأساسية يعني ميجي يطلني فإذا ما أعرف ليه هم أمهل ارتباط مع العضو وإيه ألصاب في ربعمائة وتلاتين النقطة اللي هي ستة أربعة إذا كان العضو مقترح غير قدر على الاتصال الكامل مع العضو الحالي يمكنهم رفض الارتباط مع العميل يجب أتصل بالمراجع الصابق إذا ما بدأتش أتصل به فأقدر أرفض الارتباط مع هذا العميل لدي لازم أعرف إيه سبب إنهاء الارتباط مع العميل الصابق مع العضو الصابق نمرة 7 قبول أعمال إضافية للعضو ولو جاتي أعمال إضافية قد يطلب العضو من عضو آخر أن يتولى عمل مكمل أو إضافي ففي مثل هذه الظروف فتسبب التهديدات محتملة للقدرة المهنية والعناية المهنية لذلك العضو النتيجة على نقص المعلومات وهنا يجب تقييم هذه التهديدات نتخفضها للمستوى مقبول لو طول مني أقوم بأعمال إضافية لصالح زميل ليا قد يسبب ده تهديد ليا نتيجة نقص المعلومات فلازم أخفض هذا التهديد للمستوى المهنية في صفحة 432 نتكلم عن كيفية التصرف تزوج ده تضار المصالح قد ينشأ التهديد للموضوعية عندما يناقش العضو من عميل ترتبات مشتركة مع منافس آخر للعميل أيضا قد ينشأ التهديد للموضوعية أو السرية عندما يؤدي العضو الخدمات لعملات يوجد بينهم تضار المصالح أو نزاعات ولذلك لابد أن تقوم هذا التهديد وتقفيره للمستوى المحبول لابد لازم مراجع يخلي باله جدا من موجود تضارف في المصالح في المرة التاسعة تحت في 432 الرأي الثاني الرأي الثاني اللي قد يطلب مني رأي إضافي بعد رأي الغابر أساسي في مواقف معينة قد يطلب العظم أن يعطي رأي آخر عن عملية محاسبة أو مراجعة أو عن مبادئ أو معايد خزولات معينة عن عميل ليس عميله يواجه تهديدات بعلم الاتزام بالمبادئ الأساسية كمثل هذه الظروف يجب أن يقوم العضو بالآتي لما يطلب منه رأي جساني الحصول على موافقة العميل للإتصال بالعضو الحالي لأولا لازم تاخد موافقة العميل لك تتصل لعضو الممارسة الحالية اثنين ياصة الكروزة التي تتحيل بالرأي عند الإتصال بالعميل عند الإتصال عن الحقائق ثالثا إذا لم يسمح أو لم تسبح الشركة للعضو بالإتصال بالعضو الحالي فإنه قد لا يقوم إداء الرأي لهذه الشركة يعني لو ما سمحوا ليش أعتصد بالعضو السابق ممكن أرفض إن أنا أقوم بهذه الحالي طيب بالنسبة لقعدة الأتعاب قعدة الأتعاب يجب أن يحصل عضو الأتعاب عادلة تعكس طبيعة وقيمة الخدمات المهنية المؤداء للعملاء فالعمل يجب أن يبدأ قعدة أتعاب مخفضة بدون مبرد طيب نتكلم عن قعدة اسمها الأتعاب المشروطة الأتعاب المشروطة مرفوضة أساساً فهو إن أنا أحط أتعابي مبنية على الشرط إن أنا أحصل على نسبة معينة من حاجة معينة تتحقق إن قبول ارتباط مبني على اتفاق يجعل الأتعاب محسوبة على أساسي أرقبت بالنتائج أو نتيجة صفقة أو نتيجة عمل مؤدد يسبب تهديد للنوضوعية وإذا كان هذا التهديد غير مقبول يجب على العضو ألا يقبل هذه الأتعاب المشروط في صفحة 434 يتكلم عن الأتعاب المخفية عند قبول العضو أداء خدمات مهلية يجب ألا يستلم أو يدفع أتعاب مخفية أو عمولات أو أي أتعاب أخرى تتعلق الحصول على أطباط بالعمل زي العمولات الأتعاب المخفية زي إن أنا أجي عمولة مقابل الحصول على العمل يجب إن أنا أرفض أخذ عمولة أو أدفع عمولة في مقابل الحصول على العمل بالنسبة لتسويط الخدمات المهنية يعني لما المراهة يسوق لخدماتنا يجب على العضو أن يكون صادق وأمين عند الإعلان عن خدمات المهنية ولا يجب أن يجب بعلمينا صور السمع يعني يقوش كلام حقيق ما يزودش في الكلام ولا يعمل نوع من الإيه مبلغة عند تسويط خدمات سفحة 435 قعدة الهدايا والهبات قد يعرض على الأضو هدايا أو هبات من العميل الذي سيقدم له الخدمة المهنية والعكس قد يعرض الأضو هدايا أو هبات على العميل حتى يكون بأداء الخدمة المهنية لنا إن هذا العرض يسبب تهديدات للموضوعية وإذا كم تقييم هذه التهديدات ولم تكن على المصولة المقبول يجب على مكتب مراجعة أو رفض هذه الأرض يجب رفض هذه الأرض المراجعة من فوق لا يأخذ هدايا ولا هبات طب نتكلم عن قاعدة اسمها موضوعية الخدمات المهنية سفحة 435 موضوعية الخدمات المهنية عند تقييم تقديم أي خدمة مهنية هناك تهديدات محتملة للموضوعية نتيجة حقيقة أن العضل أو زوج العضل أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية الأباء، الأشقال، الجداء، الأداد، الأحفاد، الزوجة، الأطفال، كل دول والذين قد يشتركون في إعادة العضل قد يكون لهم مصالح أو علاقات وثيقة مع العميل يعني حاجة قريب له علاقة مع الشركة أو المديرين أو العملين لديه إن وجود تهديدات الموضوعية عند تقديم أي خدمات مهنية سوف تعتمد على الظروف المعنية لارتباط وطبيعة العمل وعلى العضل أن يقيم أهمية هذه التهديدات ويأخذها في الاعتباط إذا كانت عند المستوى المقبول قعدة الاستقلال، عندما يقبل العضل اعتباط مع عميل يجب علي أن نحافظ على الاستقلال على العميل وهي طبعاً معروفة جداً إن قاعد الاستقلال من أهم القواياة اللازمة في عميل استقلال لنبقى ما ليش أي مصالح مع الشركة قاعدة رقابة الجودة سفحة 337 رقابة الجودة يجب على العضل أن يسعى التحقيق الجودة في أداء الخدمات المهنية من خلال هيكل تنظيم جيد وتوفير توجيه وإشراف ملائم على المساعدين قاعدة منع استعارة الإسم يجب على العضل ألا يسمح لأي شخص لا يعمل لديه يعني يؤدي خدمات مهنية بإسم العمر ليسمح لأن يكون أي شخص لا يعمل لدى العضل إبداء الرأي في أي خدمة مهنية يعني ما يسلفش اسمه لحد ما بيشتغلش معاه في المكتب قاعدة إبداء الرأي في الأحداث المستقبلية على العضل أن يمتنع عن إبداء الرأي في أي أسلوب قد يضل للآخرين أو يعفقدوا أن العضل يشهد على صحة تحقق الأحداث المستقبلية طبعا إحنا كم أعضاء في المينة المراجعة لا نتحقق أو لا نراجع إلا الأعمال الفعلية الماضية لكن التحقق للأحداث المستقبلية ما قدرش أشهد بأن هي هتتحقق فعليا إنما ممكن يكون نوع من توقعات لديه تبقى بتقرير على الأحداث المستقبلية لكن ما بديش تأكيد إنما الأحداث ديها تتحقق في المستقبل بالنسبة للأعمال الأخرى غير الملائمة بصفحة 438 على القول ألا ينشدت في نفس الوقت بأي عمل آخر أو نشاط جلدها من قدرات الميهمية ومنذ عيده والثقة العامة في أداء خدماته يعني ما نجلش نفسه بأعمال تضيع أو تقلل من قدرات وأعمال بالنسبة للتصالفات الممنوعة تجاه الأعضاء الآخرين يجب أن يمتنى العمل عن التصالفات التالية أولا يختلي على أو يضعف من الصمع المهنية لأعضاء الآخرين يعني يحاول يضعف زملاء الآخرين منافسين بمزدادة يتجاوز على ممارسات الأعضاء الآخرين بوسائل غير عادلة عروض التوظيف أن يعرض على مساعدة أعضاء الآخرين لعمل دي بما يعيطوا ممارسات الأعضاء الآخرين بشكل مخصوص يعني ما نأخدش منه المواصفين لديهم تبادل المناقشات بين الأعضاء صفحة 438 على الأعضاء يجب أن يؤدون خدمات مهنية أن يتصلوا ويتشاولوا مع الأعضاء من البعض يعني فيش مانع أن أنا أتصل بزميل أسأله عن بعض النقاط الفنية إذا كنت أنا مش واسط فيها يعني ما فيه نوع من تبادل المناقشات بين الأعضاء ده ما فيهوش مش فيه بالنسبة لإسم المكتب المراجعة يجب على العضو بقال لا يستطيع الإسم يجلب على المينة سوء السمعة عند تكليل المكتب أو عند تغيير إسم المكتب أو عند الانجمال مع مكتب مراجعة آخر يعني يحاول ينقي الإسم اللي يكون إسم المحترم يتناسب مع طبيعة عمل مكتبه ولا يجلب عليه سوء السمعة دي التجربة يعني نتوقف عند الروم 138 دي التجربة اليابانية النقاط اللي أنا أتكلمت فيها هي فقط النقاط تتخص التجربة اليابانية في أخلاقيات وسلوك المهنة وأشكركم ترجمة نانسي قنقر